استقبل وكلمحافظة حضرموت لشؤون المالية والإدارية أحمد باصريح فريق البرنامج السعود لتنمية وايعمار اليمن برياسة مساعدة المشرفة العام للبرنامج حسن العطاسة وتم في الزيارة التي تأثي في السياق متابعات وجهود المحافظ بالماضي واستكمالا لأعمال اللجنة التي شكلها المحافظ لجنة تقييم الدراسة توضاع ميناء الوديع البري وتفعيل المنفذ الرئيسي جرى النزول الميدار على المنفذ الجديد الذي تم استلامه من قبل السلطة المحلية بالمحافظة وتم الاطلاع على مخطط المشروع الذي يشمل 35 منشاة قائمة و6 منشآة جديدة وأشهد الفريق السعودي بطبيعة وتصميم المشروع الذي سيساعد في تسهيل سيابية حركة الركاب والبضايع ذهابا وإيابا من جانبه عرب باصريح والسعيد عن شكرهما لتدخلات البرنامج السعودي في محافظة حضرموت في المشاريع الخدماتية والبنية التحتية شاملة يعاد تأهيل المنفذ الجديد